النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة يعني كلهم يصبحون من ألف الساق ألف فجار حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة وحتى تنكح المرأة يعني توطى يفعل بها الزينة قال حتى تنكح المرأة وسط الطريق جهارا نهارا لا ينكر ذلك أحد يصبح أمر عادي عند الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام ويكون أمثلهم يعني أعقلهم وأحسنهم وأكثرهم تدينا وخشية وخوف من الله ويكون أمثلهم هو الذي إذا مر بها والرجل يقع عليها يقول لو نحيتها خلف الجدار هذه هيئة الأمر المرأة ثم قال عليه الصلاة والسلام فهذا الرجل اللي تجرأ يتكلم يقول يا أخي على أقل مش قدام الناس يا أخي يعني مدى منك مسوين مسوين يا أخي ورا الجدار يقول فيكون هذا كمثل أبي بكر وعمر فيكم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان أخرجه البخاري لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظامة التي لم تكونوا ترونها الطبراني في الأوسط بغمبر عليه السلام فرمياتي دانجرق لأسمن دي همو قلان غيان ليدابي بغمبر عليه السلام فرمياتي قيامت هالناس تاوكو تسيا كان لشويني خيان لانتن واشتواق ورد بينا كالبو بيشترنام بيني أنفرم دي أما جيبو بيش كوتيني سردم وكراديو تلفزيون موبايل وكمبيوتر وانترنيج كبيش تتصالانيك لخيالي مروف دهنبو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكخر الكذب وتتقارب الأسواق رواه أحمد لأبو هريرة واخوالي رازبي أوجلبي غنبرا وعليه السلام فرمياتي قيامت هالناس تاوكو فتنة بلاو دبيتوا ودروزور دبي وبازار كان لغلزي دبينا عبدالله المسعوذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاص وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة رواه أحمد لعبدالله كريم السودة أشهدت